لأول مرة بتاريخ بريطانيا أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيراً باللون الأحمر من موجة حر ضربت البلاد الأسبوع الثاني من يوليو عام 2022 كخطر على الحياة وأعلنت حالة الطوارئ الوطنية لوصول الحرارة لأول مرة لتسع وثلاثين درجة أما فرنسا فأوقفت موجة الحر تشغيل محطة توليد الطاقة النووية لارتفاع درجة حرارة مياه الأنهار التي تبرد المولدات وتواجه كل القارة ارتفاع أسعار الوقود والغاز لتقليل الاعتماد عليهما من روسيا يرافق كل هذا ارتفاع الإصابة بكورونا في بريطانيا وزيادة تلوث طبقة الأوزون واندلاع حرائق لشدة جفاف الجو بإسبانيا وفرنسا والبرتغال عطلت حركة النقل وأجبرت الآلاف على الإخلاء موقع فوكس وصف موجة الحرب بأنها تذكير بتلاحق المصائب فكوفيد نايتين وحرب أوكرانيا والتضخم جعل استعداد الدول للتعامل مع ارتفاع الحرارة صعبا أما موقع بوليتيكو فذكر أن السياسيين يتمنون أمرا واحدا عدم تكرار ما حدث عام 2003 عندما تسببت موجة حر بمقتل سبعين ألف شخص علما أن ألفي شخص توفوا حتى الآن في البرتغال وإسبانيا وذكر الموقع أيضا أن الخطر على الصحة يتجسد في ضربات الشمس والإنهاك الحراري خاصة على كبار السن ولكن لماذا تضررت أوروبا هكذا؟ تقول مريم زكريا علمة المناخ بكلية إمبيريال بلندن إن معظم أبنية أوروبا مصممة لتحتفظ بالحرارة لمواجهة البرد ونظام التكييف يكاد يكون منعدما ناهيك عن إقامة أكثر من 72% من سكان القارة بالمدن التي تتقد المساحات الخضراء لتصبح المدينة أحر من المناطق حولها فماذا فعلت الدول؟ بفرنسا سمحت مجالس المدن دخول المتاحف والأماكن المكيفة بالمجان ومددت ساعات فتح المسابح وقامت بتسجيل معلومات الناس الذين يعيشون وحدهم للتواصل أما لندن فنشرت حول المدينة مشارب الماء مجانا لكن ما تحتاجه المدن حقا حسب هيئة المناخ الهولندية هو حلول طويلة الأمد كزراعة الشجر حول المدن وأبنية مقاومة للحرارة والعمل على تطوير نظام استجابة مبكر لمواجهة هذه الظروف مستقبلا لوجود تنبؤات تشير إلى أن مناخ القارة سيستمر بالارتفاع بسبب الاحتباس الحرارية أما أميركا فليست أفضل حالا رغم أن جو بايدن أنشأ فور توليه الرئاسة مكتبا لتحضير مؤسسات أميركا الصحية لمواجهة تغيرات المناخ لكن الكونغرس رفض تمويل المكتب بثلاثة ملايين دولار لتوظيف ثمانية موظفين علما أن ميزانية الحكومة الفيدرالية بتريليونات الدولارات شبكة أخبار MBC ذكرت أن هذا تذكير بأن سلطة الرئيس محدودة ما لم يقتنع الكونغرس بخطر تغير المناخ إذا أعجبك الفيديو وتود مشاهدة المزيد منه لا تنسى أن تعمل فولو سبسكرايب لايك وتفعل الإشعارات